بسم مراعاة الظروف والاحتياجات الخاصة للإنسان الغزي في ضوء جديد واقع المصالحة الفلسطينية قيد التنفيذ قرر الاتحاد الأوروبي زيادة مساهمته السنوية للأونروا استثنائيا بمبلغ إضافي مقداره 10.5 مليون يورو كرس جزء كبير منها لمصلحة اللاجئين الفلسطينيين في غزة خصوصا في مجالي الصحة والتعليم ووفق بيان الناطق باسم الاتحاد الأوروبي حول ملف غزة والمصالحة الفلسطينية يعمل الاتحاد على التحضير لانخراط الجهات ذات العلاقة كافة في إمكانية إعادة نشر بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح إذا كان هذا الأمر سيسر فتح معبر رفح مما يشكل خطوة مهمة نحو الأمام لتحقيق حرية الحركة لأهالي غزة كما جاء في نص البيان أنه بعد الاتفاق الذي وقع في القاهرة في الثاني عشر تشرين أول وتسليم معابر قطاع غزة للسلطة الفلسطينية فاتح شهر تشرين الثاني يؤكد الاتحاد الأوروبي استعداده لتقديم دعمه الكامل للجهود الحالية الرامية إلى توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية الواحدة الشرعية وأضاف البيان بينما يعد الاتفاق وتسلم أمرين مهمين وخطوتين يرحب بهما في هذا المجال يحتاج الأمر أن تتبع خطوات أخرى تمكن السلطة الفلسطينية من تحمل المسؤولية الكاملة في غزة وإنجاح المصالحة الفلسطينية ولم تعزب عن البيان الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم بمشاورات داخلية مع شركاء دوليين رئيسيين بالإضافة إلى اللجنة الرباعية حول الشكل الأفضل لتقديم الدعم بخطواته التي عدى البيان كيفية توفير دعم مستهدف لأهالي غزة على رأس أولويات عملها